الان راح نبدأ بدرس جديد الاول شيء اللي هو اهم درس ممكن نتكلم عليها اللي هو تنزيل البرامج تنزيل البرامج في معنا طريقتين طبعا الطريقة الاولى اللي هو عبارة عن طريقة الماركت السوفت وير سنتر اللي في مع الأوبنتو طبعا ممكن نلاقي هنا البرامج مو سوفت وير سنتر وتكامل في كثير بالاشياء في معانك عدة كاتجوريز هنا games graphics what so ever طبعا اي برنامج ممكن يخطر على بالك ممكن تلاقي في linux بشكل مياني او بعض احيان تلاقي بفلوس على العموم انا الان راح اعلمكم على الاداة اللي اسمها ebt طبعا الناس كلهم يستخدموها في linux لانها هي محور القوة في linux كيف انا استخدم الامر هذا اول شيء اروح استخدمه لازم اروح اصلحه مع الامر su do اللي هي super user do اللي اروح اعطيها ال linux الصلاحيات الroot او super user او كي su do ebt اول عمل راح اعمله اللي هو update اللي اروح اعمل update اللي السورسز او المصادر تبع اللي اخذ منهم البرامج حقي اروح ادخل ال password ننتظر ننتظر قليلا الآن يتواصل مع السيرفرات تبع Ubuntu سيأخذ قليلا وقت الآن ينزل الآن ينزل الآخر البرامج الآخر السيرفرات وايش فيها من برامج كمان الآخر هسيبكم شوية لما ينتهي الآن انتهى من التحديث السورسات او المصادر اللي معايا الآخر الان ممكن اريد انا نزل برنامج بعد كذا راح اعلمكم عليها اللي هو كيف اعمل partations كيف اقسم ال hard disk الى آخره اسمه هذا البرنامج اسمه gpartit كيف انزله انزله عبارة عن ان اكتب sudo ابت get install gparted اوكي وعمل اوكي بعد كذا راح يسألني انه راح ينزل كم كيلو بايت وهل انا اريد ان انا نزله ولا لا اكتب له y وضغط enter الان راح يتوصل بالانترنت وراح ينزل لي البرنامج كامل اوكي الان يبني ال database وخلاص الان البرنامج موجود عندي لو يتدوره gparted هذا هو البرنامج اوكي ادخل الباسورد اوكي 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 نفس الطريقة ممكن أن نزله وانطلق شكرا